خليك لينا طريبين يا جميل عمرينا ما حننساها باشا عمل لك ياهوة باشا شكرا يا باشا اي خدمة انا اخي الطبي طيب انا بعد بكرا بقى على معادنا جيب الحق عشان ارى الفتحة انا بعد بكرا عندي عبا مهمة او مش فكنا يا سلام حلو اوي يبقى خير والبر يعاجلو هنيجي تسعدتك بكرا السلام عليكم باشا يا سلام عليك يا خطاب يعني انت مش هتبطل دماغك الناشفة دي معقولة اللي بتعمله ده ده ليه بعياله والله انت عايز هي دلوقتي متعصر ليش اكتما انا متعصر انا مش راية انا من الاول قايل ان انا مش موافع على الوقت ده حبيبة مكلماني وبتعاية خطاب معقولة تجرحها قدام خطبها وو والدته هيقول لي خطبها طب روح اقعد وتكلم معاه وبعد كده ابقى اعمل اللي انت عاوزه انما تسيب بنتك لوحدها في يوم زي ده هي لها غيرك دي يتيمة يا خطاب طب ايه راك بقى ان انا متعامد ان انا مروحش عشان هو امه يعرفوا موقفين الجوازة دي سايق عليك النبي لات امه تروح دلوقتي صلى على النبي المار ربنا يهديك يا شيخ الناس في بيتك ياخدوا واجبهم ويمشوا وبعدين نتكلم لا دي قلت زوق رسمي يلا يا طارق ماما انت ليه عصبية كده عم زي منه جاي اقعد الماما هدي ناكسك بس معادنا الساعة تمانية بقى التسعة والبين لسه مجاش احنا جايين نشحت منه اتفضل يا طام انا لا عايز اشرب ولا اتنايل هو ابوكي مش عارف المعاد عارف امه ليه بيهزقنا مش مالقين عينه ولا حادة ما تفهميني ولا هو مالوش غرض في الجوازة دي يبقى نمشي ماما وبعدين اماما اسمع يا بنتي انا ست دوغري ما اعرفش كده ولا كده فيه ابو ما يحضرش قرية فاتحة بنته ما انا كلمته في التليفون كتير ما بيردش للغاية بحاجته معا اماما ما تقرسنيش ما تغمزنيش ما تعصبنيش يا ودي انت راخر وانتي بتعليطي ليه ايه الجوازة المنيلة دي اصل دي اول مرة احس ان امي ماتت انا في حالة لوحدي ولا يهمك يا حبيب ولا تزعالي نفسك ملعون ابو اللي زعالك انت بتحب الودة يبقى حتتجوزيه غصبا عن عين ابوك امي دي يا بيبة محدش يقدر يقف قصادها افدا اسمعوا ابوكي جه ما جاش حنقرع فتحة بس انا مقدرش اعمل حاجة من غير ما بابا يعرف لا احنا السناه طبعا مزمانه جاي ان شاء الله انا شوفتك فين قبل كده طوق لسه جاي انا شوفتك بالكده هوتدارف بعضة امي ح 앞에 اعرفه اه؟ اه اعرفوا cautوي اه يا دي بي امك اي واعمى ما جنيتش موجودة في ملافل انت تهول yani انت هتحقق معانا ما وك دخل بزعبيبك كده اسمع إحنا ماعدنا كان الساعة ثمانية ساعاتك جاي بعد ساعه وعشر دقايق يعني عدم انضباط لو لو ابنتك طيبة وبنت حلال انا ما كنتش عط في البدة دقيقة واحدة مسروعين قول ايه؟ ما تيجب روحيكم وقال عشان بيت تلقى ما صدقت يعني سام عبوك بيقول ايه؟ ما صدقنا؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ ايه هكلم مين يعني؟ انا حرم المرحوم اللو عبد الجليل نفادي يا اخ انت عارف مين اللو عبد الجليل نفادي؟ لا ارحمه بقى مطرح مراه اعرفه من ايه يعني؟ لو ما تعرفوش اعرفك هو مين؟ ماما اسكت انت خالص اللو عبد الجليل نفادي ابو طارق ابني اللي كان اسمه يهز للجلب شنبات لو كان عايش دلوقتي ما كنتش قدرت تقول الكلام ده كان مدير امن مدير امن الشارتون شارتون ايه؟ ما انت عارف مدير امن يعني ايه؟ وكان بطل مصر في المولاكمة سبع سنين وارا بعض ما احنا كمان رياضيين واخدين مدليات وعملين ارقام قياسية جديدة يا جماعة يا جماعة منفعلين لايه؟ بابا الله ارحمه كان بطل رياضي وعم الله ارحمه اه عمي بطل برضو بطل في ايه بقى ان شاء الله؟ في الفروسية يا تونت بابي واخد البطولة سنة 74 على مستوى العلم سنة 74 اللي خد البطولة العميد جلال السيوتي الشاهدات دي مزورة مزورة يعني ايه؟ عملها على ايدي؟ انت بتشككي في كلامي؟ مصدقنا حنبتدي كده بقى يبقى شيل دمين دي ارتاح دا عنتا لا يا ماما خطاب بيه فعلا كان بطل في الفروسية انا قريت اسمه في الجرائط اكتر من مرة العميد السيوتي كان بطل على المستوى المحلي انما خطاب بيه كان واخدها دولية يا خطاب بيه احنا مش جايين نتكلم في الرياضة احنا جايين نقرأ فتحة فتحة ايه؟ مش لما نتكلم في الاول نشوف عليكم ايه ولينا ايه؟ احنا شاريين ومش عايزين منك حاجة وانتو حليكو حاجة؟ سمع ابوكي يا حبيبة؟ اهو النور اتقطع ما بتبقى قدام اصلا ان قطع من بوزك اللي ضربه في الشنا من ساعد ما دخلت حبيبة تعالي عود هنا جنبي وانت اذا طارف خليك جنب امك ما تتحركش على فكرة بقى النور لما بيططع هنا بيقعد اربعة ايام يا باما انت كده بتطردهم اما دول بيحسوا دول جيب اللات هو والده؟ استعباط يا اخت استعباط عمي ماما احنا نقرأ الفتحة عشان كده ربنا يكرمنا ونهد النفوس الفتحة اسمه سهل رحمة عماني والحمد لله رب العالمين الرحمة 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 الملكية ومديني اياك انا احنا نعم ادوك الكنستاين اعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين امين قريتوا الفتحة واسترهاحتوا مبروك يا عمي مش معنى انت قريتوا الفتحة بان ابو أفئة لحد الموضوع مايبقى رسمي مفيش اي مكلمات ولا التلفونات ولا موبايرات ولا اي حاجة بانت ليه يعني؟ امه القرينا فتحتها ليه؟ شرفتونا حصلني يا طارق بيه با مبروك عصّل أمّا! الحقيقة هل قطوعها في الجنين لنتكسر أبتها! باي باي يا حبيبة! باي باي! باي باي! مبروك يا عمّي! باي باي! آه! عمّي! كنت عايز أقول لحضرتك حيّة! الشهادات اللي متعلقة على الحيطة ممضية من وزير الشباب والرياضة! سنة 74 ما كانش فيه وزير الشباب والرياضة يا عمّي! سرا في بيري يا عمّي! عجب كثير!